من جانبها أكد عمر الفقي رئيس تنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العالمين الجديدة يستهدف التنمية وتشجيع السياحة وتوفير فرص العمل مما يتوافق مع رؤية وزارة المالية ويعزز بدء الشراكة بنعمل المهرجان بغرض التنمية، بغرض السياحة، بغرض تنمية الاستثمار في منطقة العالمين والحقيقة الترفيه والرياضة والإعلام لوحدهم مش كافين لازم يكون فيه التكامل ودعم من الحكومة وهو ده اللي احنا بنحاول نسع عليه في الفترة اللي فاتت وهو ده اللي احنا لقيينه من الحكومة في الفترة اللي فاتت ويمكن دير سالة للعالم كله أن الحكومة المصرية بتدعم صناعة الانترتينمنت في مصر ويمكن احنا مش بس مهرجان العالمين، احنا بنعمل مهرجان ليالي مصر كمان وأيضاً إحنا عندنا خطط كبيرة جداً للسينما والدراما وبدون التكامل مع الحكومة ده حيبقى شيء صعب ما تقدرش الشركة مهما بلغ حجمها أنها تقدر تعمل ده الوحدة إحنا بنشكر الحكومة الحقيقة على التعاون في الفترة اللي فاتت تعاون ممتاز مع الحكومة كلها الحقيقة